هل هلالك يا هلابك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صامو طعال الرحمن روحانية يومك الغير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلابك يا رمضان يا هلابك يا رمضان جينا نبارك للحلوين ومن زعلنا مسموحين خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين صامو طعال الرحمن بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام عليها أفضل الصلاة والسلام السلام عليكم حبيبة قلبي مرحبا بكم في هذا الفيديو ونتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير نبدأ في وصفات الحلويات اللي بديت لكم هنا يا بتشارك المسكر هنا كنت وزنت ثلاث كيلات و بعد قلت للا لازم نوري لكم كيلات كيفاش يكونو شتو كيفاش تعمروا لي ريسيبيانتاكم يعني ولا الكيلة اللي تعمرواها لازم تخبطوها شوياكا باش تتعملكم مليح لفاغين باش ما تخدعكمش وتكون كيلات ثلاثة كيلات ممسوحين وانا تخوى مزوخ لفاغين ممسوحين ديروا قرصتان ملح وهنايا شوفوا أنا في الكيلو يعني من الان كيلو قاد لي واحد الكهوية ومامرين وممتع فاغين وعلاش ان يقول لكم هكذا بسك أنا في ان كيلو نديروا 150 غرام تع الماغين دو فايتاج باش نصابلي بها لا فاغين دينا ميكم أنا للكيلو مدخليش قادرت 120 غرام ولا ولي ما عندهاش ماغين دو فايتاج تقدرو تديروا الماغين نورمل درت لافاني ودرت مغير فاة تا سكر لاس نضيف لكابل الزبدة وضع السمن يدوب يقوم بعمل مرملة نضيف السمن ونعبر كيلة حتى للفوق ونضيف السمن نضيف سمن يكون السمن سأقوم بعمل ونضيف السمن نضيف بكاته لديك قمت بها نقوم بتحضير الوصفة نصف كيله نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف أطراب الأصابيع نضع الجليل من السلطة نضع الجليل من العجين أضافة نضع الجليل نقوم بحضر الجليل من الماء يجب أن تريح يجب أن تريح على الأقل ساعة ثم اخذت الكويرة 35 جرام 48 حبة أخذت الكويرة أخذت الكويرة أخذت الكويرة 3 مزور 0.5 كيلة السكر كما أخذت الكويرة لا أخذ القرفة ولكن القرفة تطول ستطلق لها 1 مرأة ولكن لا شيء يجب أن تأكلها بشكل ستطلق لك أخذت الكويرة ستطلق لكم أخذت الكويرة نفضل الأفراح الأفراح يجب أن نقشع ويجيبكم بقشور بصميم ويجيبكم بأن تحمسه بشيء حمر غير يشم هذا الناربرك يشم سخانة ويجب ان يفشروا فيه وانطقبوا هنا ثاني حيلة يجب ان يخسروا يجب أن يخسر الشكل يجب أن يرتاح أحسن يجب أن يحوز السوائع ثلاثة يجب أن نطيب يجب أن ينفع طيب على 180 درجة حماية حماية يجب أن تكون سخونة 10 دقائق أو 15 دقيقة يجب أن تكون سخونة ثم تدخلوها على 180 درجة يجب أن تقوم بشربة يجب أن تقوم بشربة في بلارة يجب أن تقوم بشربة كاس سكر مع كاس ونصف عن ماء نضيفه 10 دقائق نضيفه في نيجل المظهر هذه هي الشربات التي نسيبها الوسمة لا يوجد السكر و المظهر هذه هي الطريقة يتسكر بطبع الشن و تكتفه و تكتفه و نتمنى أن تكون سيتوال هذه هي أقوم بطبع الشن في الطياب و يبسوه في الطياب هذا السكر بعد غربته نقوم بشربة و نقوم بشربة بشربة الريحة و نضيفه و نضيفه ثم نضيفه و نضيفه و نضيفه شربت لكم نضيفه مستشمنة ونضيفه و بعد اضيفه في الجذر نضيفه و النضيفه تحضر قم繼續 ساشي يدوب في الفم نتمنى ان شاء الله تجربوه و تنجحو فيه و ادعو لي دعوة خير و ادعو لي البابا كبيرة اغطيت بطبقه اخرى ولا تقومون بخطايا تقومون بڤي بكم نعمل كيفية تشغيله بالكف سمحوا لي تبقى بخلال كامل تبقى بجنان نشير واحد اجديد سيبوخصا ديفواء نغيس وما يبال لكم شو شران من دير انا عندي غير هدف اللي يلسق في الطابل ومشي كامل عملي يعني معجبنيش بزاف ما يبالا ويجوز فيها وبرك ومبعتها يربي يفرج فالا هاوليك هنا يا انا نحب تسكار يكون جديد يعني سيبوخصا يعني مزا شوية العيد راني سكر لكم هكا حبيبات باش ننوري لكم برق باش ندير بخيزونتاسيون باش تفوليغاتو تاناك فهجا سينو يعني كي يقعدوا دو جوغ ولا واحد يسكر التشارك ذيالو هكا بشي قعد فريشك هايليك هنا موما مؤره واضح شتوك فاش راني نخدم هاكدا غير بالكفة تاني كي ناس تسوح دخرا اللي يكون عندها ليغان يعني راح يجي تشارك تانيك ممسوح ببيع يعني كي تسكرو بليغو هاكدا كي يكون عندكم فرح ولا سيبوخصا علي نعطيكم هاد ومن تحت تانيك نحي هداك الزايد هاكدا نوسحها في يدي هاكدا هاكدا حتى نكمل كامل الكمية ويعني ما نحصلوش كامل حتى نسكر كمية كبيرة غير يعني في وقت بقصير هايليك هاكدا كيفاش قدلكم يعني نحيو ذاك الفائد من التحت وبعدها نجيبو صفايا نديرو فيها شياس تاع الشيكرو غلاس هاكدا وتكون صفايا تكون يعني تحرقيقة هاكدا ونغبرو من فوق هاكدا يبشي جيني شباب وانا ما حبيش نحطوكم في الكيسات قلت هكدا بشي الحبيبات يبنوكم شابين ما في العيد لازم نديرو للكيسات ونقدموه هاو اللي كتشالك تعنا كيف حتى جا ما شاء الله يجا يدوب في الفم جهائل وكي ما قلتلكم يعني ندوبا لكم في الطياب وتانيك في العقدة وتانيك مديروها يبسى بزف وما تديرواها شدارية اقرب شما تخرج لكم شو يبسأ من داخل اللوز ديانكم. هاوليك شوفوا كفاش جاء. شوفوا. هاني غير بيد وحدة شوفوا. اهو يدوب في الفم. قد ما يزيد يقعد رح يزيد يطرق يولي كتر وكتر. هذه هي الفيديو تعلنها اليوم. نتمنى ان شاء الله كانت فاتتكم. وكانت تعجبتكم من الوصفة. قولكم حرية حبكم. وتموت عليكم الى فيديو اخر بإذن الله. نقولكم سلام. وفي امان الله وحفظه.